كابتن عيما يونس نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق وحد من أهم المحللين الرياضيين الحقيقة اللي بيقولوا فعلا كلام واضح وفي الصميم واضفنا النهاردة هنتكلم على المنتخب وهنتكلم على الدور الستاشر اللي وصلنا له بعد الثلاث تعادلات وبأخدام موزنبيق الشقيقة صلاح غادر إلى ليفر بول في انجلترا الشناوي غادر إلى ألمانيا لإجراحها في الكتف يعني عندنا مجمل كده قصص وحكايات وجافي ناجون في آخر الثلاث داية يعني عندنا كده قصة مش عبكة دمها مش خفيف لكن خلونا متفائلين ونتمنى الخير لمنتخبنا الوطني يوم الأحد المقبل بمسي عليك كابتن عيون كابتن لميس منورة وبقيت محترفة دا والله أنا بتعلم منك داخل عالم الكرة بلا بربع عليك بجد يعني خليني يبتدي بمساعد مدرب ليفر بول النهاردة مساعد كلوب اللي قال في مؤتمر صحفي وسؤل تحديدا عن ما يقوله المصريون أو بعض المصريين من أنه صلاح كان لازم يقعد حتى لو بيلعب برجل واحدة وما كانش لازم أبدا أنه هو يسافر إلى اللي يتعالج فيه ليفر بول قال الشخص الذي لا يجب أن تشك في التزامه أبدا هو محمد صلاح وتكلمه قال أنه صلاح بالفعل يعاني من تمزق في العضلة الخلفية ومن المتوقع أن يكون خارج الملاعب من ثلاثة لأربع أسابيع طب إيه اللابس اللي حصل؟ قال إن اللابس اللي حصل إننا في البداية كان الفريق الطب المصري متوقع إنه الإصابة مش بالخطورة دي ولكن مع الأشعة مع أن إحنا عملنا أشعة أخرى اكتشفنا إنها أكثر يعني خطورة أو أكثر يعني أشد من الإصابة اللي كنا متوقعين في البداية وقال إنه هو مش مصريين بس هم اللي زعلنين لفقدانه كلنا زعلنين إن صلاح لن يكون في الملاعب وقال إنه الفريقين الطبيين المصري والإنجليزي التابع لليفربول كان بيعمل سويا مع بعض وحطوا مصلحة اللاعب في المقدمة قالوا ما كانش فيه أي مصلحة تانية غير مصلحة اللاعب وقررنا سويا أن تكون مصلحة اللاعب أولا وإن مصلحة اللاعب إنه هو إحنا عارفين نطب بصلاح إزاي إحنا اشتغلنا على جسمه قبل كده وعلى إصاباته قبل كده هو حيكون معانا في بيئة يعني مستريح لها بيئة مستقرة ومجهزة وبالتالي إحنا هنعمل بكل جهدنا أن يعود مرة أخرى للملاعب ربما ليلحق النهائي وهي دي كانت أسرع طريقة أننا يعني صلاح يتم استشفاءه ويعني نفى كل التهم أنه هو اللي كان عايز يروح لا دا كان قرار الفريقين الطبيين وقال لا أحد يجب أن يشك في التزام ونوايا محمد صلاح ما تعليقك؟ كلام يكسف كلام يكسف لما هو الراجل الإنجليزي يكون يسق في صلاح هذه الثقة وعارف هو بيتعامل قيمة صلاح عاملة إزاي وإسلوب صلاح في الحياة والتعامل إزاي وهنا يتم التشكيك فيه ويتم كمان اتهام واتهامات كلها لا طليق بنجم أسطوري بنجم بنتعيق بيه كلنا بنجم ما فيش غيره عندنا بنجم صانع معاني كل كلمة كرة القدم بنحقنا أن احنا نتكلم على صلاح أن المطش ده كان كويس مش كويس لكن في حدود احنا بنعدي الحدود في حدود لقيمة صلاح الناس شايفة قيمة كبيرة جدا انت بقى لما هم يسمعوا الكلام ده كله هو يرد كده ينهر أبيض دي حاجة تكسف لما هو في ليفر بول المدرب المساعد يرد انتوا مش عارفين صلاح انتوا مش عارفين أخلاقه طباعه أسلوبه احترافيته أفكاره انه راجل صريح مش كذاب انتوا شايفينه كده بجد طب هاتوا عندنا احنا عارفين امته وعارفين انهم بيعمل وحنعالجه وحنجهزه الراجل قال لم أرى لاعبا بحجم الكزام محمد صلح واحنا لسه حنعرف هو احنا برضه لسه حنفضل مستني الراجل اللي في أوروبا هو اللي يعلمني هو احنا مش الراجل ده عايش معنا 13 سنة بيخدم في منتخب مصر وبيخدم بلده وما تكلمش هو عمره تكلم هو عمره لما عمل حاجة تكلم بيتكلم في الملعب تاني الهدفين اعتقد في تاريخ كرط قدم المصر تاني الهدفين تاريخ المصر راجل 13 سنة عمل ارقام قياسية خيالية لمنتخب مصر يقولك بيلعب بالشاكو السكينة ولي يقولك اسو مش عارف وقلت انا وانت في حوارنا لعب كورة القدم زي قطعة الشترنج اذا كان كلوب يعرف يستخدمه وينجحه ويطلعه احسن لعيب في العالم فانت عندك فيتوريا مش عارف يستخدمه ولا يلعب به ويطلعه بالشكل اللي هو فيه لعيب الشترنج تحول اللعيب الكورة تحول لقطعة الشترنج مخ المدير الفني ايه شطرته ايه زكاءه ايه بيتعامل ازاي مع المساحة مع المسافة ما بين الخطوط كل ده كان كل حاجة وحشة هو الموضوع كان صلاح كويس ولا انت بتكلمي منتخب مصر كله كان سيء احنا بنتكلم من منتخب مصر اداءه الجماعي كله سيء احنا مش عايزين نخل رد يوجع اتنين اتحاد الكورة ايوة اتحاد الكورة ده انت القب الشرعي لكلمة محمد صلاح القب الشرعي لأي لاعب كرة قدم في مصر لما يتصاب لعيبه عندك انت مستنى حد يقول لتعالى عالجه ده انت تقول انا هعالج صلاح لاحسن دكتور في العالم هسفره اقتارة خاصة ووديه واعمل 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 ورجعه بعد كده سليم لليفر بول ده التصرف الطبيعي فنعرف الحقيقة من اتحاد الكورة وليس من ليفر بول ايوة الحقيقة الحقيقة انه هو مش عارف حقيقته انه هو المسؤول انا صح انا الولد ده ابني صلاح ده لما يتصاب في ليفر بول اتحاد الكورة يتقلم عليه ماهو عمل كده في الشناوي الشناوي عندما اصيب اصابة عنيفة عنيفة تفيدي عملية سفروا على طول على المالية لكن اصابة صلاح برضه انت واحد بقيمة صلاح تتعاملي معه ازاي تتعاملي معاه بشيء من التشكيك بشيء من التطنيش بشيء من مش مسؤولياتي ولا مسؤولياتي ينهر ابيض ده انا اعلن ان محمد صلاح مسؤولياتي ان انا رجعه سليم لليفر بول مش من سني لف اصفر محمد صلاح اذا كان احسن حد في سويسرا اصفروا سويسرا واتابعوا كالتحاد الكورة لكن يروح ليفر بول من يتكلموا يردوا كده الكلام ده واجعني اللي انت تقوليه ده يوجع للي بيفهمه ده كلام يوجع اعرفوا ان انتم معكم بني ادم لا يكرر لاعب لا يكرر في تاريخ خورة القدم المصرية ولا قلت هالك هنعيش ونفضل نفتكر ان احنا عيشنا في عصر محمد صلاح نرجع لقصابة الشناوي اذا الشناوي خارج التشكيل ماذا يعني ذلك بالنسبة المنتخب جبل وشال جبل في طبعا مطولات سابقة قبل كده في الامر الافريقي قبل كده وغيره جبل يشيل عنده الثقة دي وعنده الخبرة دي وعنده القدرات دي واتمنى بس خلي بالك برضو احنا مش هنحمل جبل احنا بنتكلم ان المنظومة نفسها فيها خلل في الدفاع مهما كان حرس المرمى الخلل الدفاع ده هيأثر فيه عندي سؤال هو احنا اللي وحشين ولا المنتخبات التانية اللي بقت في مستوى تاني ولا الكنين الكنين هم بيتطوروا بيشتغلوا على بكرة باستمرار وبيجددوا ناس عارف يعني ايه ايه متبكرة ناس عارف يعني ايه ازاي يصنع للمستقبل الصناعة الكلمة اللي احنا بنقولها وما بنعملهاش ازاي يصنع لبكرة ويصنع لبكرة تتكلمي على كاب فردي متساخر لبالك كاب فردي عندك في كاس العالم وفي بوركي نفسه فرقة تقيلة قوي عندك برضو في كاس العالم ونسب ان انت توصل لكاس العالم لو استمرته كده 50% في مصر مش زي ما انتم افتكرنا 100% احنا وصلنا في ناس كاب فردي قعدتوا كلكم طلعتوها من الخريطة ده 17 جوجل طلع 17 مليون مصري دوروا على 17 مليون مصري دوروا على ايه كاب فردي فين اه عشان يشوفوا مين دي يلاقوا 3-4 جزر مرميين جنب غانا كده في المحيط طب 500 الف دول عارفوا يطلعوا فرقة كورة قوية كده لا وفرقة هندبول كمان ده في البطول تكسر الامة من الفخير الهندبول هنا مبداعين طيب هل المنظومة دي بتشتغل هل احنا البلد العريقة اللي صنعت كورة القدم في افريقيا هنقعد نبص على بلد زي دي اللي هي بتتطور بتجهز نفسها ازاي واحنا محلك سر هم وصلوا للمستوى ده ازاي صناعة اللعيب عندهم متغيرك اللعيد بتاعهم مثقف مش اللعيد كورة وخلاص فهم بيتحرك ازاي وبيستلم ازاي وبيعمل ايه وبيحضر للجون ازاي ويدافع ازاي احنا العشوائية انا آسف تسدق العشوائية فدتنا لما الشوط التاني فيتوريا فقد السيطرة على الفريق احنا عايزين نصنع امل طبعا بسي نتكلم حاجات هنتكلم عن امل انا انا من امل دي انا مش عايز المشاهدين يسمعونه قوي لكن العشوائية بتاعت الشوط التاني في كل المنشطات اللي جابت نتيجة لما فيتوريا رمى لعيبة وفقد سيطرة اتنين راس حربة واتنين مش عارف ايه ونزل ولولا ان فيه لعيبة شابوه على الاداء اللي بيعملوه زي مين مصطفى محمد ومرموش تريزيجي وتريزيجي واو واو تريزيجي رائع اللعيبة دي لعبة بسبيرت مش بفنيات مش بأسلوب لعب فيتوريا انه هو مشكلة فيتوريا بقى في ايه نتكلم في حتة صغيرة قوي فنية طريقة اللعب اللي بيلعب بيها لا تلائم اللعيبة اللي موجودة وما بتديش التنفيذ الامسل ليه منه هو بيلعب اربعة تلاتة تلاتة وواحد في النص فعنده مشكلة درجات الانسجام والكيميا في خط الدفاع بتاعته مش كاملة فيه مشاكل في حجازي وعب منعم هم الاتنين فيه حتة مين يمسك ومين يبقى الليبرو مش عارفين يقدوها مش حابين يقدوها كل واحد من السكبر انا الليبرو في النادي العالي والتاني انا الليبرو طول عمري في منتخب مصر وفي الاتحاد السعودي بس انا منعم يمسك وبعدين ابتدوا يقرروا الفرود لما يروح الشمال دا يمسكه لما يروح يمين دا يمسكه في الفرود دا بقى باردون يعني لقما حفظه لقما فبقى يعمل نفسه راح هنا فهو دا يروح هنا يسيبه دا يروح راجع تاني هنا بيتلقموا هم منتخب مصر كتاب مفتوح احنا سهلين قوي ما عندناش اي خدعة الخدعة اللي عملها فيتوريا كانت سازجة جدا انه يدخل محمد صلاح في جوه الملعب ويطلع عزيزه من بره لما عملها في معموزنبيق وكانت خدعة كوميديا جدا انه هم لما داخل جوه في الزحمة في صلاح اختفى وقلنا صلاح وحش ولما طلع عزيزه بره ما قداش بالشكل المنائي ولما سبنا الننني الواحد وقلنا انه يووو ايه اللي عيد ده انه مش عارف ده انت وظفه غلط واللعيبة جنبه غلط فلازم يرجع للطريقة الامثل في افريقيا اللي احيانا اختراعها المعلم الكبير حسن شحات اربعة واثنين ديفينس قدامهم نص ملعب متأخر واحد فريق اربعة اتنين تلاتة واحد عشان تقدر يتدفع كويس ان السرعات في افريقيا والقوات القوة البدنية عندهم لا مختلفة تخوفت ناس عندهم زكاء وعندهم حضور جوه وتركيز جوه المطش يتفوق عليك ازاي الرطوبة تقدر يعني تكسر الرطوبة بمعنى تخليوا ده سمعتم برح من كابتن شادي يقولك ازاي نلعب بحيث ان الكورة تسبقنا ما نبقاش احنا اللي بنجري ورا الكورة فقعد نفسنا يتقطع يا كابتن لميس يا كابتن لميس ده انت كل ما تشاطك الشيط التاني احسن يعني الرطوبة لو بتقسر ما بيقولك الرطوبة يا حبيبتي الرطوبة اول مطش المطشات التانية اللي عبتيها الساعة عشره بالليل كان او بالنسباننا يعني ما عرفش هناك كان تمانية مسا فاقصد الجو كان بالنسباننا مقبول اه حر برضو ارطوبة بس انت كل مرة الشيط التاني احسن فاذا التأثير مش بالقدر اللي احنا بنتكلم فيه اتنين المطش الاولاني احنا ليه تصدمنا في فيتوريا لان ربنا ادك هدية المطشات دي تكسبيها ما تلعبهاش جابتي جون في الموزنبيق في اول ديقة فتح الملعب ليه وفتح اخطوطك ليه وكل واحد بلعب بمزاجه ليه متلم اخطوطك ولعب اتنين ديفندر ولعب على الكاونتر اتاك الهجمة المضادة يعني وانت عندك ملوك الهجمة المضادة في العالم ده صلاح اتبنى سبعية كلها على الكاونتر اتاك طم ترجع ولعب كوبر اللي احنا كنا فاكرة زعيننا منه يووو حنلعب بطريقة كوبر وانحمد صلاح ولا كيروش اللي غير الفرقة وعمل كيروش بتاع الدفاع احنا كنا كارهين كيروش عشان الدفاع كرهنا ده وكرهنا ده طب جلنا ده اللي سايب الملعب ساد احمده حاجة يعني احنا كلنا بنتكلم يعني الناس كتير بتتكلم لكن الحقيقة الفنية انت مطالبة ان انت تقدي اداء جيد وتكسبيه وزكي اداء زكي الموضة الاداء الزكي ليه ان الافرقة ما بقوش زي زمان احنا قاعدين فرحالين ببطولة ابطال افريقيا والكونفدرالية وقاعدين غزواتنا في افريقيا الافرقة الكويسين بقوش في القارة الافرقة الكويس كلهم بلعب بره انت لما بديج المنتخبات جاب فردي دي مترعبك انت موزنبيق موزنبيق اتعدلت فاوديها حالهزر حالهزر احنا يعني ايه تفسيرك انه كمان كتير من الفرق المهمة بتخرج يا غانا خرجت المغرب اللي هي رابع العالم اللي مكملة لكن جاء الكونغو لابت معاها الجزائر عندها مشاكل مطش رهيب كله كله عشو الجزائر كمان عندها مش امور موزنبيق نرده الكاميرو انطلع بالعافية الكاميرو انطلع بالعافية يعني انت بتتكلم في الفرق الكبيرة عندها مشاكل انت بتكلم المستويات ما افريقيا صنفت مستويات اول و تاني و تالت و رابع التالت و الرابع دول مش حابيني بقى ديوف شرف في بيشتغلوا مظبوط و صح الاول و التاني احيانا اعتمدوا يعني احنا معتمدين على تاريخنا و سولاتنا و جولاتنا فقط لكن احنا المنظومة عندنا متأخرة قوي قوي ده انت ايه اهم حاجة عندك في منظومة الكرار المدرب هل انت في مصر بتصنعي مدرب هل بتجهيزي مدرب هل عندك مدرب يبقى حسن شحاية ولا يبقى الجهري هل عندي كده ترجع للقدام كل ما بديك الكلمة يقولك مين مدرب احمد حسن حسن و ابراهين حسن كان زمان عندنا الدكتور عب منا معمارة كان بيعمل بياخد كل الناس و يسفرهم برا المدربين يتعلموا و يتصقف كل سنة يطلع يطلع بيجهز فكان عندنا رصيد من الصناعة الكل الاسماء اللي بنقولها دي اتجهزوا و المساعدين بتاعهم اتجهزوا احنا دلوقتي ما بنصنعش احنا دلوقتي واخدانا نداها بتاع كورت القدم بنجري ونلعب و بس وقاعدين نتخنق مع بعض زمالك و اهلي و اسماعيلي و مصري وقاعدين في اللعب بتاعنا الداخلي لكن هناك بيتطوروا نرفع العالم اهم من اي نادي اسم بلدك اهم من اي نادي عبد المنعم و عمر كمان و غيره كمان و مام عشور عنده كان فلسفة و شخصية في ادارة الفرقة و بيتحكم و بسيطر في الفرقة كويس فيتوريا هو ده اللي قلقنا منه انهم مش متحكموا بسيطر كويس رغم انها عالم الكورة ممكن تكسبي تروحي مثلا تقابلي الكونغو تقيله شوية لو قابلتي زمبيا اخف شوية لو قابلتي زمبيا بس انت في الاول غلاب حتقابلي الكونغو هنقابل مين بقى؟ انا ده السؤال بقى بتاعيوم الحرب يا كونغو يا زمبيا لو قابل الكونغو فرقة احنا يوم الاربع في مبارايتين مهمين عشان نعرف هنعرف منهم عن قابل الكونغو ولا عن قابل زمبيا نتمنى نقابل مين؟ زمبيا ادي مجموعة المغرب قدامنا هنا بص يا كابتن يعني المغرب اهي واخدر بقى نقاط كونغو نمرة اثنين زمبيا نمرة ثلاثة مين هيلعب مين؟ المغرب هتلاعب زمبيا المغرب هتلاعب زمبيا يوم الاربع والكونغو هتلاعب تنزانيا عشان كده بنقول كونغو في الاغلب هيبقى التاني كونغو التاني يعني هيقابلك كونغو فرقة الخط الهجوم بتاعها والبلايميكر بتاعها تقال قوي وانت دايما بتقولي الكيميستري الدفاعي مش كويس الكيميا الدفاعية بتاعتك مش طلع حلو والكيميا الدفاعية حتى باللي قدامهم نص الملعب الدفاعي يعني مش الاربعة اللي ورا بس لا الملعب الدفاعي رغم ان مروان عطايا عمل مطش كويس المطش اللي فات بس الوحده في عملية الاختراق سهلة ما هو دا اللي فيتوريا مش عارف يفهمه ان ازاي يعمل دفاع متقدم هي دي كرة القدم الحديثة مش دفعيش من ورا ما انت لما دفعت من ورا الرجل به في اخر دي اراح داخل مرقصك وجايب جون وبيتحكوا وبعدين بتاع الرأس الأخضر دا مستفز دا ما بيعملش مجهود وبرقص ان المسافات والمساحات بين المدافعين كبيرا بيقولولي دلوقتي انه الجزائر مغلوبة واحد صف من موريتانيا اتفضاني دا معناه ان الجزائر تخرج هتدور على احسن توالد بس معاها نقطتين ولو بكرة المغرب اه ما تعندك حزبة تانية تعندك حزبة برمة لو مغرب خسرت بكرة انت خد صعب بس لو المغرب خسرت بكرة زنبي هتبقى خمس نقط والمغرب هتبقى أربعة فاحنا هنقابل المغرب لا ما هيكونه لو كسبت هتبقى خمسة فانتي برضو هتقابلت كونه يا جماعة طب ليه بيحطونا في حسبت بس يعني لأ انتي انتي بعد اللي شفتي انتي اول مرة تطلعي بهذا الشكل اتنين اتنين في كل المطار يعني دا مشهد غريب غريب احنا خسرنا قبل كده في 86 خسرنا اول مطش في مطشات كتيرة في 98 كانت مطشاتنا برضو بس كنا بنكسب المطش اللي بعده بنكون انتي عارفة ايه المشكلة بجد مش المشكلة انك وصلتي انتي وصلتي وانتي مش مكتملة مش مكتملة العناصر الرئيسية ليك كفريق اللي هو الثقة بالنفس اهم حاجة احساسك ان انتي قادرة تكسب ليه اشرح ليك التعدلات دي هجت الثقة اه ماشي بس انت نازل من الاول ما عندكش ثقة ليه من الاول لا توجد ثقة ليه اول حاجة لما تلاقي اللي هم عنده ثقة يبقى فقط ثقة في المدرب ومش حاسس بالمدرب في الملعب ودي حاجات احنا قال احنا قاعدين حلقة عايزين نزود الطاقة الايجابية اتمنى ان المدرب يستعيد علاقته باللعيبة بشكل جيد ويستعيد ازاي يقدر يصنع ثقة فيهم وازاي يستعيد ان هو يحفزهم ويحمسهم ويجهزهم بشكل تاني مختلف ان المنطقة دي ضعيفة بينزلوا في المطش كلاسكيين جدا دا وينجريت ودا وينجريت دا بيلعب لده اضعف مكان في الاضعف خط في الخطوط بالنسبة لجهة الدفاع الدفاع بتاعك وحش قوي يقدر يغير الاربع او يغير على الاقل منهم او غير المرة انت بقى كان لازم يغير المطش اللي فات لكن انت المطش اللي جاي الاطوال لو كنغو الاطوال تخوفي محتاجة مثلا حجازي هتقولي عشان منعم وتنزل ياسر ما عملتش حاجة كتيرة الامور صعبة هتقولي حالعب اللي لعبت بيه فهترجعي تاني لو فيتوريا عايز يكسب ويريحنا لازم يغير منطقة الدفاع المتقدم يلعب باتنين مش بواحد يعني لازم يقفه اتنين بيلعبوا اتنين دفندرين قدام اتنين بيدفعوا من قدام مش واحد بس واحد بس دي أثبتت فشلها مروان عطيق بيموت نفسه بس مش هيجيبلك نتيجة فلازم يرجع يغير طريقة اللعب مش يغير اللعب ده وغير طريقة اللعب بتاعته حيتتحسن لكن هو غير طريقة اللعب تلت مرات وغير اللعب تلت مرات في التلت في التلت أيوة أربعة تلت ماشي بس هو في النهاية قاعد يغير اللعب يغير اللعب يغير اللعب وفي النهاية هو ما وصلش للتوليفة الى المفروض الصح اللي تجيب نتيجة سليمة هو التوليفة هو عنده توليفة كانت سبتة وبيديها كل الأولوية لكل المحترفين لكن هو فقط أهم حاجة أنت ما شفتيش جملة بتتعمل خالص أي أسلوب لعب في لقم أو في زكاء غير معتد في اللعيبة بتأدي بس بالإسبرت بتاعها بقدراتها لو تشوف الجون التاني بتاع مصرافة محمد مبارح واحد بيعرف يجيب جون بعمف ما فيش حد بيتحرك معه ده الواحده في الثمنتاشة وإحنا كنا محتاجين نكسب يعني حتى الكسافة الهجومية بتاعتنا كانت ضعيفة وإنتي لازم تكسب هل كان لازم يجيب عواد مثلا في ناس الآن من الجول كيبرز جبل هو الأهم واحد بلعب في البنك الأهلي دلوقتي ملهاش دعوة بس هو خبراته كحرس والبنك الأهلي آخر الدوري ملهاش دعوة ده رجل خبراته كلاعب منتخب مصر هو الرجل الأمثل في الوقت ده ده مش شناوي والشناوي كمان بصراحة كان فيه حاجة فيه حاجة ده دخل فيه ست جوان خبت جوان عمره الجون التاني بتاع كاب بردين برح ما يخشش في الشناوي إنه هو يعمل وان تو كده بكل سوق نأ مش كده فيه حاجة في العلاقة الفنية ما بين اللعيبة كتبايدة مش مظبوطة لو لو أيمن يونس يغير يغير إيه؟ إنت قلت إن أنت عايز تلعب باثنين ديفندرز في الأول وبعدين أربعات يعني أولي تشكير يعني رأس الحربة هو مصفى محمد والتلاتة اللي هما حيلعبه حيلعب أعليمين زيزو وحيلعب بلاي ميكر أو حيلعب أعليمين مصفى فتح ويلعب زيزو ويلعب بصراحة أنا عايز مرموش وتريزيجيه بقى زي بكل مرة الشوط التاني ينزل يدي طاقة ويدي إيجابية بشكل مختلفة تريزيجيه لما بينزل من الأول ويجيب جون من الأول بيدي ثقة بيدي ثقة صدقيني الشوط التاني تريزيجيه أهم أنتو بتلعبوا تسعين ديئة مش خمسة واربعين ديئة بس افتكروا حسن شهاته لما كان بيلعب بجده وبينزله كله مطش يجيب بجون افتكروا إنه مطش تسعين ديئة اتنين بقى تفندر هالحمد دي فاتح يقدر يلعب جنب مروان عطيه ثابت هافضة تفندر ثابت إنه بقى عنده تطلعات هجومية فبيسيبوا بيطلع كتير ودي المنطقة الخطيرة للدفاع ما عندي كيش حلول إنك تغيري دلوقتي صعب قوي إن انت تجيبي ياسر أو تحطي حد بدل حد قد تقلق الدنيا لكن انت لو زبطت المنطقة الدفاعية الأمامية تسدقيني الفرقة دي كلها حتى كان لازم يجيب طريق حامد خلق العلاقة منتهية ما فيش ما فيش ما أملهاش العلاقات ده لعب وشغر علاقة منتهية بين مدير فني ولعب ما فيش كده مش منسجمين ثلاث مباريات نتجتها كما شفنا وشاهدنا تدي فيتوريا كم من عشر؟ ما تدلوش أي حاجة من عشر خالص خالص صفر نحن راجل بنحلم كنا معانه نعمل مستقبل وندله كل حاجة وراجل تخيلنا أنه حيقود مرحلة جديدة في كرة القدم المصرية تطوير بناء صناعة لكن بصراحة الراجل درجات انسجام وخبراته الإفريقية طلعت محدودة جدا أداءه جوه المطشاط الثلاث مطشاط لحد دلوقتي كان أقل من المتوسط أنا أعتقد يعني موقف صعب جدا فيتوريا قدامنا موقفه صعب مين نجم الفريق لحد دلوقتي؟ أفضل لعب أنا زي ما بقولك الثلاثة دول مدين شخصية مختلفة المنتخب مصر تريزي جي مصطفى محمد مرموش مرموش أعرب الفرق الأربعة اللي تتوقع أنها تصل للنهاية أو لنصف النهاية ما هو أنت الأمور بقت صعبة لكن أنت المغرب أعتقد فرصها كبيرة قوي المغرب السنغال فرصها كبيرة قوي يعني أنا بتمنى طبعا جواه جواه قلبي مصر وسنيجيريا كمان جاي على الطريق فيه كذا فرقة بصراحة لكن هل ممكن تلاقي مفاجأة ما هو فيه حصان إسود دايما مش نقول كلمة دي مش دايما نقول مين حصان إسود البطولة ما كاب فردي حصان إسود عارف يعني إيه مصر وغانا دول أقوى فرقتين في التاريخ عارف يعني مصر وغانا كاب فردي تتحكم فيهم وتيجي في الآخر مزنبيك تقرر مين اللي يصعد فيهم ده إحنا بلاش إحنا قلنا عايزين نبس الأمل أنا بدور على أمل مش لاقيا ما جاتش معانا أصلا لا 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 كرة القدم فيها كل المستحيلات عندك فعلا أمل بصراحة يعني إحنا بحرين المقش أنا لو وقعت مع زنبيا وكسبنا ومجسبنا استعيد بيه زا أيوة مش هتقع مع زنبيا يعني ما هو دلوقتي وحتى لو وقعتنا مع كونغ وكسبنا أعتقد حيبقى نشأني تاني حنروح في اللي بعيد فرصنا في موضوع كونغو فرصنا لا خلاص أنت دخلة في الففتي ففتي كنا زمان بنقول إحنا 70 و80 والكلام ده كله إنت دلوقتي دخلة في 50-50 اللي يفرق معانا درجات تركيز اللعيبة فيتوريا يحاول أنه هو يركز أنه يقدم الفريق بشكل مظبوط اللي مزعاني كمان تعرف إيه من فيتوريا قبل مختم الحتة دي معاك جزء من المدير الفني قراءة الخصم إزاي تقري الخصم وتقدمي للعابتك إزاي تقري المراكز الضعيبة يكون مذاكر مذاكر المباريات مش لازم يكون مذاكر المباريات في إحنا اللي إحنا شفناه أنه هو مش مذاكر عارفة لما تحس أنه هو مخدود مخدود من الفرق اللي قدامه في دي صدمتنا هي اللي صدمتنا أنه هو الله ده الرجل مش محضر ومش مركز ومش عارف مين يمسك مين مين يمسك مين ولا مين أقوى لاعب ولا مين ده يعني أهم لعيب في غانا فضلت سايبه حر طول المطش جاب فينا جونين طيب ما تمسكه أهم لعيب في موزنبيق ما تمسكه يعني حتى الحضور الفني جوه المباراة لما لاقي لعيب مميز وبيتحرك ما عملوش رقابة ليه بتلوم فيتوريا أكتر ما تلوم اللاعبين يعني اللاعبين برضو أنا ما كنتش حاسة بالروح أنت أتفرج على اللاعبين الفرق التانية العيال بتنزل تاكل النجيلة مقيدين مقيدين بالفكر الفني بتاع فيتوريا لعشان كده دايما نقولك شوط التانية هم ما تحرروا من فيتوريا فقدوا بشكل أحسن طب ما دقيب أنا ما عنديش مدربة أنا ما عنديش خطة يبقى أنا نزلة كده على الله هو اللي قدمه الحد دلوقتي على الله هو اللي قدمه الحد دلوقتي على الله أنت لو جبتي أي مدرب من مصر هيعمل أقل من كده نا يعني إذا خرجنا من دور الستاشر يمشي فيتوريا هتقدري جبتيه وعملتينه الليلة وأنه هو أهم مشروع هنبني عليك ورطة القدم المصري هل اكتسب خبرات على حسابنا هل هيقدر يكمل على حسابنا هل في خبرات بتتبني على الهزيمة ومين بيحاسب اتحاد الكورة نتائجه بتحاسبه قدام الرأي العام وقدام كل حاجة نتائجه نتائجه وأداءه هو دل أول حد بيحاسبه الشارع على مصر اللي هو بيبقى رافض زعلان غضبان كل ده بيبقى له تأثير أنا أعتقد أنا أعتقد فيتوريا المباراة اللي جاية هي الأهم المباراة في حياته إذا كان عايز يستمر في مصر لو قدر يكسبها هيبقى فيه تحسن وقبول لي لو ما قدرش يكسبها أعتقد هو لازم يفكر إزاي يبعد عننا كلمة أخيرة حاول تجيب أمل معنا لا أمل بسق في العيبة كتير في منتخب مصر وبسق أنه هم متحملين المسؤولية واسق قوي في الناس اللي حوالين منتخب مصر عارف أن حزم إمام مموت نفسه عارف أن فيه ناس كتير قوي بتشتغل بتحاول تعمل حاجة بس أملي أن فيتوريا كمان يخش فيتوريا لو قدم 50% مما نتوقعه منه حنقدر نعدي أي حد لكن فيتوريا محتاج يركز المسافات بين الخطوط واسعة ده الكرة في العالم الموضة المسافات بين الخطوط الفرقة كلهم تلعبوا في 30 متر العشر لعيبة بيلعبوا في 30 متر كومباكت يتحركوا مع بعض يهجموا ويرجعوا مع بعض يدفعوا إحنا عاملين كده الدفاع ما بينه وما بين خط الجوم 70 متر مسافات مسافات أي حد يجري والسيكي يتحرك أنا ببسط التعبيرات الفنية عشان الناس في المسافات كبيرة اتنين المساحات اللي بتعمليها للمهاجمين اللي يجري فيها صلاحه بتاع لما تخلقيها طب صلاح يجري فين ده صلاح العيب مساح ده صلاحة 13 سنة بيلعب على المساح ده كلوب عظمته مع صلاحة بيوفر له المساح وازاي بيشغل عينين المدفعين بحاجات كلها مليانة لقم فني وازاي يحرك الناس تقومين تتسديله المساحة واتدخليه في الزحمة طب ده موقف يحصل مرة مش تخلي صلاح يعمله خمسين مرة تروح يتسيب النني وترميه في نص الملعب لوحده وتخلي زيزيه يطير وتخلي حمدي فاتح يطير ويفضل الولد لوحده النني وحش طب ده بيلعب على ثلاثة من نص الملعب الفرقة التانية ده محدش بيرتد طب ما بترتدوش ليه؟ جوه حر طب يعني طب ما تلم فرقتك وهاجم بطريقة تانية طب ما تفكر ازاي مدرب ما عندوش كذا سيناريو وانت قيمة المدرب ايه؟ السيناريو المختلف ايه قيمة عظمت حسن شحات كم من الحرية اللي بديها للعيبة في تلاقي اللعيبة يقولك ايه اللي بتاخد يقولك وانا معايش الكرة علي قيود من كابتن حسن شحات وانا معايك كرة كابت حسن ما بيكلمناش بيدينا كابل الحرية نفس المسافيين الفلسفية بتاعت الكابتن جوهري ازاي بتحرر اللعب من القيود مش بتدي اللعب قيود فانتي فيتوريا ارهق لعبتنا بقيوده الفنية فازهرهم بهذا الشكل انا بشكرك انا مستمتع جدا بالكل اللي انت بتقوله تفتكر اتحاد الكرة ده يعني احنا ليه دايما مصابين في اتحاد الكرة يعني دايما ما عندناش اتحاد الكرة كده منور يعني وانا بتفرج عليك وانت بتتكلم كده وانت ليه مش في اتحاد الكرة احنا 2006 كنا اقوى اتحاد الكرة اه يعني كابتن سمير زاهر وانا بوريدة وانا 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 وامت شغير وبجدي عبدالغاني يعني انا ليه كله لعيم الكرة اللوايح التلاعب في اللوايح افرازت ناس كتير تانية بتخش تقود على الكراسي وده اللي احنا بنعاني منه التلاعب في اللوايح بتدي فرص لناس تاني في الناس تاني بتعرف تعمل تكتلات يقولك بيعرف يعملون انتخابات فيبيلاقي نفسه عارف يقعد على كورس ممكن في يوم الايام ترشح نفسك تتحاد الكرة اتمنى انا بحلم غير اللايحة احنا عايزين نغير حاجات كتير انت عايزة تغيري المفاهيم نفسها الكرة احلى من كده واجمل من كده الكرة امتع من كده احنا ما بنستمتع انت كل ما تشكر عندك في مصر خناء انت طب عايزة دحكك اكتر حكام واخدين درجات في افريقيا انهم احصل حكام في افريقيا وحكام المصريين ولي احنا طول النار مبهدلينهم شكرا كابتن ايمان يونس لما تيجي نازل الاتحاد بقولي انا دعمك دعما كبير شكرا كابتن ايمان يونس نجم المتخب وزمائك الاسبق ونتمنى انه يعني نستحضر امل وتكون معنا تدعمنا في يوم الاحد المقبل يمكن يا رب نلعب مع ان شاء الله نكسب عندي امل كبير وان شاء الله نكسب فاصل وبعد الفاصل مقسوم عن نجمة ليلة علوي ونجوم وصناع الفيلم الرائع اللي انا استمتعت جدا بري موسيقى موسيقى موسيقى